موسيقى أعزائي تلاميذ وتلميذات الصفة الخامس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم جميعا في حلقة تعليمية جديدة من حلقات مادة العلوم في هذه الحلقة سنتناول مراجعة عامة وشاملة على جميع دروس الفترة الدراسية الثالثة فاصل قصير وسنعود لكم فابقوا معنا مرحبا بكم مجددا كما ذكرنا لكم أننا سنتناول في حلقة اليوم مراجعة عامة وشاملة على جميع دروس الفترة الدراسية الثانية دعونا نتعرف في البداية على دروس الفترة الدراسية الثانية ما هي أجزاء الزهرة؟ ما أوجه الشبه والاختلاف بين الحيوانات؟ كيف تتنوع الحيوانات الفقارية؟ كيف يعمل الجهاز الهضمي؟ كيف يعمل الجهاز الدوري؟ ونشاط استقصائي بعنوان استقصاء حاسة اللمس وأخيرا درس كيف يتلقى الدماغ المعلومات أو ما نطلق عليه الجهاز العصبي دعونا في البداية نتذكر أكثر ما أخذنا في درس ما هي أجزاء الزهرة؟ عرفنا في هذا الدرس أن الأزهار هي المسؤولة عن إنتاج البذور كما عرفنا أن الأزهار تم تقسيمها إلى مجموعتين حسب أجزاها إلى أزهار تتكون من أربعة أجزاء وأيضا أزهار تتكون أجزاها من أقل من أربعة أجزاء وعرفنا أيضا أن الأجزاء الأربعة الأساسية في الزهرة هي السبلات والبتلات والأزدية وأخيرا المتاح سؤال أول صل بين اسم الجزء والمكان المناسب له في الزهرة دعونا نتذكر أجزاء الزهرة لدينا كما ذكرنا البتلات والسبلات الأزدية والمتاح صل اسم الجزء بالمكان المناسب أين تقع البتلات؟ أحسنتم البتلات كما نلاحظ أنها هي الجزء الملون من الزهرة وهي المسؤولة عن حماية الأجزاء الداخلية للزهرة كما وأنها تجذب الحشرات والحيوانات للزهرة أين تقع السبلات؟ أحسنتم السبلات هي الجزء الأخضر الورقي الموجود في أسفل الزهرة ماذا عن الأزدية؟ أحسنتم هي العضو الذكري في الزهرة وأخيرا المتاع وهو هذا الجزء الموجود في وسط الزهرة والمعروف أن الجزء المؤنث في الزهرة سؤال آخر لدينا هنا مصطلحات علمية أو تعاريف نريد أن نذكر المصطلح العلمي لها جزء ورقي الشكل يحمي برعم الزهرة ويكون عادة أخضر عرفنا أن هناك أجزاء في الزهرة أحد هذه الأجزاء هي ورقية ولونها أخضر فمن هي؟ أحسنتم إنها السبلات تعريف آخر الجزء الملون والذي يقوم بجذب الحشرات والكائنات الأخرى ماذا نطلق على الجزء الملون في الزهرة؟ أحسنتم إنها البتلات تعريف ثالث عضو التأنيث في الزهرة والمسؤول عن إنتاج البويضات بقي لدينا المتاع والأزدية أي من هذين الجزءين هو عضو التأنيث في الزهرة؟ أحسنتم إنه المتاع وآخر تعريف العضو الذكري في الزهرة والمسؤول عن إنتاج حبوب اللقاح أو غبار الضل أحسنتم أكيد هو الأزدية لدينا هنا سؤال آخر عدد اثنان من النباتات التي لها أزهار لها أقل من أربعة أجزاء كما ذكرنا أن هناك أزهار لها أربعة أجزاء وأخرى لها أقل من أربعة أجزاء عدد اثنان من النباتات التي لها أزهار لها أجزاء أقل من أربعة أحسنت لدينا نبات الذرة وأيضا أشجار النخيل كما وأن لدينا أزهار نبات القرع وغيرها الكثير من النباتات ننتقل معكم الآن إلى الدرس الثاني من دروس الفترة الدراسية الثانية والذي بعنوان ما أوجه الشبه والاختلاف بين الحيوانات في هذا الدرس عرفنا أن العلماء قاموا بتصنيف الحيوانات جميعها في مجموعتين كبيرتين هما مجموعة الحيوانات الفقارية وأخرى مجموعة الحيوانات اللافقارية اثنان عرفنا أيضا أن نحو 97% من الحيوانات هي لافقارية إذن المجموعة الأكبر من هذه الحيوانات هي الحيوانات اللافقارية ثالثا الحيوانات اللافقارية هي الحيوانات التي ليس لها عمود فقاري هذه أهم الحقائق والمفاهيم التي أخذناها في هذا الدرس دعونا نأخذ الآن مجموعة من التطبيقات والأسئلة على هذا الدرس في البداية ما المقصود بالعمود الفقاري؟ كما ذكرنا أن العلماء قاموا بتصنيف الحيوانات جميعها في مجموعتين كبيرتين مجموعة الحيوانات الفقارية وأخرى لا فقارية ولكن ما المقصود بالحيوانات أو العمود الفقاري؟ أحسنتم العمود الفقاري هو سلسلة من العظام المتصلة في الناحية الظهرية من وسط جسم بعض الحيوانات وفي ظهر الإنسان أيضا إذن ليس لجميع الحيوانات عمود فقاري إنما بعض هذه الحيوانات هي التي لديها عمود فقاري وهو عبارة عن سلسلة من العظام توجد في الناحية الظهرية من جسم الحيوان وكذلك الإنسان لديه عمود فقاري سؤال آخر صنف الحيوانات التالية إلى فقاري ولا فقاري لدينا هنا خمسة حيوانات أولها أسد، قنديل البحر، سلحفات، نجم البحر وأخيرا الإسفنج وكما هو موضح لدينا الجدول به جزئين، فقاري ولا فقاري المطلوب أن تقوم بتصنيف هذه الحيوانات إلى حيوانات فقارية ولا فقارية الأسد بالطبع هو من الحيوانات الفقارية حيث أن لديه عمود فقاري ماذا عن قنديل البحر؟ أحسنتم، هو حيوان لا فقاري ويعتبر من الحيوانات الرخوية السلحفات بالطبع هي من الحيوانات الفقارية نجم البحر، حيوان لا فقاري وأخيرا الإسفنج أيضا من الحيوانات اللافقارية والتي تعيش في المحيطات سؤال آخر أكمل جدول المقارنة التالي لدينا هنا مقارنة بين قنديل البحر ونجم البحر من حيث طريقة حصولهما على الطعام وكيفية حماية أنفسهم من المخاطر أو الحيوانات التي تقوم بمهاجمتهم كيف يحصل قنديل البحر على طعامه؟ نحن نعرف أن قنديل البحر لديه لوامس وهو يستخدمها في حصوله على الطعام إذن يدفع قنديل البحر الطعام إلى الفم باللوامس وكما عرفنا أن قنديل البحر فقط لديه فتحة واحدة موجودة في رأسه وهي التي يتغذى من خلالها ولكن ماذا عن نجم البحر؟ كيف يستطيع أن يحصل على طعامه؟ بالطبع نجم البحر يستخدم أذرع لكي يمسك بالصدفة وأيضا يقوم بفلق أو فتح الصدفة إذن تلف أخدامها حول المحارة لتفتح صدفتها كيف يحمي قنديل البحر نفسه؟ تصعق الحيوانات بالخلايا اللاسعة الموجودة باللوامس إذن هي تقوم بصعق الحيوانات بالخلايا اللاسعة الموجودة في لوامسها أما قنديل البحر فله غلاف قاسي يقوم بحمايتها سؤال آخر أجب عن الأسئلة التالية وهذا السؤال أحد أنواع الأسئلة المقالية واحد ما هي أنواع الديدان؟ كما عرفنا أن الديدان هي مثال على الحيوانات اللافقارية وعرفنا أن للديدان أنواع عديدة ولكن ما هي أنواع الديدان؟ لدينا هنا ثلاثة أنواع من الديدان ديدان عريضة وديدان أسطوانية وأخيرا ديدان مقسمة أو حلقية سؤال الثاني أين يقع فم الحلزون؟ عرفنا أيضا أن الحلزون من الحيوانات اللافقارية وتعمل صدفته على حماية من المخاطر ولكن أين يقع فم الحلزون؟ وكما تعرفون أن هذه كانت إحدى المعلومات الغريبة جدا أحسنتم يقع فم الحلزون في قدمه كيف يحمي حيوان الإسفنج نفسه؟ كيف يقوم حيوان الإسفنج بحماية نفسه عندما يتعرض له حيوانات أخرى؟ بالطبع حيوان الإسفنج يقوم بفرز رائحة كريهة جدا فتتجنب الحيوانات الأخرى التهامة أو حتى الاقتراض منه لدينا هنا جدوى المقارنة آخر حيث سنقوم بالمقارنة بين العناكب والحشرات من حيث عدد أجزاء الجسم، عدد الأرجل، غطاء الجسم، والقدرة على الطيران في البداية يجب أن نعرف أن العناكب تنتمي إلى مجموعة تسمى مجموعة العنكبوتيات وأيضا الحشرات تنتمي إلى مجموعة أخرى من الحيوانات وهي مجموعة الحشرات إذن الحشرات تختلف اختلاف كل عن العناكب كم عدد أجزاء جسم العناكب؟ أحسنتم، العناكب لديها جزئين فقط في جسمها بينما الحشرات لديها ثلاثة أجزاء كم عدد أرجل العنكبوت؟ أحسنتم، لديه ثمانية أرجل مفصلية بينما الحشرات لها عدد أقل من الأرجل حيث أن عدد أرجلها فقط ستة أرجل أما من ناحية غطاء الجسم فإن العناكب والحشرات متشابها من حيث غطاء الجسم حيث أن كليهما يغطي جسمهما هيكل خارجي من ناحية القدرة على الطيران فإن العناكب لا تستطيع الطيران أما الحشرات فبعضها مجنحة وبالتالي بعض الحشرات تستطيع الطيران أجب عن الأسئلة التالية ماذا تفعل الحشرة قبل اكتمال نموها إذا ضاق عليها هيكلها الخارجي؟ نحن نعرف أن الحشرات تخرج من الشرنقة ولكن بعد خروجها من الشرنقة تبدأ تنمو ويزداد نموها إلى أن تصبح حشرة مكتملة النمو ولكن أثناء نموها ماذا يحدث لهيكلها الخارجي؟ هل يبدأ بالنمو معها أم ماذا؟ أحسنتم يبدأ ينسلخ هذا الهيكل حتى إلى أن يكتمل نموها ولكن ماذا نقصد بالانسلاخ؟ الانسلاخ هو أن تقوم الحشرة بطرح هيكلها الخارجي والتخلص منه صلي العبارة باسم الحيوان المناسب لدينا هنا عبارتين كل منهما وصف لأجسام بعض الحيوانات اللافقارية والتي لديها أرجل مفصلية نريد أن نتعرف على هذه الحيوانات من صفاتها حيوان له ذيل مروحي الشكل ثانياً في طرف ذيله إبر سامة أولاً ما هو الحيوان الذي لديه ذيل مروحي الشكل؟ هل هو العقرب أم أم الربيان؟ أحسنتم بالطبع هو أم الربيان بينما الحيوان الذي في طرف ذيله إبر سامة هو العقرب ننتقل معكم الآن إلى درس آخر أيضاً من دروس الفترة الدراسية الثانية والذي بعنوان كيف تتنوع الحيوانات الفقارية في هذا الدرس عرفنا أن العلماء قاموا بتصنيف الحيوانات الفقارية جميعها إلى خمسة مجموعات أساسية كبيرة وهي الأسماك، البرمائيات، اللبونات، الزواحف وأخيراً الطيور دعونا نعرف أهم المفاهيم التي أخذنا في هذا الدرس عرفنا أن الأسماك والبرمائيات حيوانات فقارية تقضي حياتها أو جزء منها في الماء ثانياً، الزواحف حيوانات فقارية ذات جلد جاف وله قشور وتتكاثر بوضع البيض أو وضع صغارها ولادة ثلاثة، الطيور حيوانات ذوات الدم الحار لها عمود فقاري وريش يغطي أجسامها وعرفنا أن المقصود بذوات الدم الحار هي الحيوانات التي لا تستطيع أن تغير في درجة حرارة جسمها بحسب البيئة التي تعيش فيها رابعاً، اللبونات وهي أيضاً حيوانات فقارية لها شعر وتطعم صغارها من لبنها ومعظمها تضع صغارها ولادة وترعاها دعونا نأخذ الآن مجموعة من الأسئلة والتطبيقات على هذا الدرس اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية إذن في هذا السؤال وهو أحد أنواع الأسئلة الموضوعية سيكون هناك تعريف وأنت تكتب المصطلح الدال على هذا التعريف حيوانات تتغير درجة حرارتها تبعاً للبيئة المحيطة بها ماذا نطلق على هذا النوع من الحيوانات التي تستطيع أن تغير درجة حرارتها؟ أحسنتم، حيوانات الدم البارد إثنان، حيوانات لا تتغير درجة حرارتها بتغير درجة حرارة البيئة المتواجدة فيها أحسنتم بالطبع حيوانات الدم الحر ثالثاً، حيوان فقاري عادة يكس جسمه الشعر ويرضع صغاره من لبنه في هذا السؤال أو في هذا التعريف بالطبع نحن لا نطلب منك أن تذكر مثال على الحيوان ولكن نطلب اسم المجموعة الموضحة في هذا التعريف من خلال بعض المعلومات الموجودة في التعريف يغطي جسمه الشعر ويرضع صغاره من لبنه أي من المجموعات؟ بالطبع أنها اللبونات أو الحيوان اللبون أربعة، حيوان فقاري له جلد جاف وله قشور أحسنتم الحيوانات الزاحفة أو الزواحف أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات واحد، جزء في السمكة يساعدها على السباحة وتوجيه حركتها في الماء جزء في السمكة يساعدها على التكييف في الماء ويساعدها على الحركة في الماء ما اسم هذا الجزء؟ أحسنتم، إنه الزعانف يتنفس الضفدع المكتمل النمو بالرئتي و عرفنا أن الضفدع من الحيوانات البرمائية التي تكون بداية حياته في الماء ومن ثم ينتقل إلى اليابس عندما ينتقل هذا الضفدع المكتمل النمو إلى اليابس فإنه يستطيع التنفس بطريقتين إما الرئتين أو شيء آخر ما هو هذا الجزء الآخر الذي يستطيع الضفدع المكتمل النمو التنفس من خلاله؟ أحسنتم، إنه الجلد ثالثاً، يعتبر فراغ من أكبر اللبونات على الأرض أحسنتم بالطبع هو الحوت الأزرق سؤال آخر أجب عن الأسئلة التالية ما وجه الشبه بين التمساح والنعامة؟ دعونا نتعرف عليهم أكثر ونحلل السؤال التمساح إلى أي مجموعة ينتمي من الحيوانات؟ هل ينتمي إلى مجموعة الحيوانات الفقارية أم اللافقارية؟ أحسنتم، ينتمي إلى مجموعة الحيوانات الفقارية دعونا ننتقل إلى النعامة إلى أي المجموعة تنتمي هل الحيوانات الفقارية أم اللافقارية؟ النعامة من الطيور التي يغطي جسمها الريش وبالطبع هي من مجموعة الحيوانات الفقارية إذن وجه الشبه بين التمساح والنعامة أنهما كلاهما من الحيوانات الفقارية وهناك نقاط عديدة إذن الإجابة كلاهما حيوانات فقارية وتتكاثر بالبيض السؤال الثاني ما وجه الشبه بين اليربوع والحوت أحسنت كلاهما من الحيوانات الفقارية أي التي لديها عمود فقاري دعونا نأخذ بند آخر من بنود الشبه أو الاختلاف كيف يتكاثر اليربوع؟ أحسنتم اليربوع من الحيوانات اللبونة وبالطبع هو يتكاثر عن طريق الولادة ماذا عن الحوت؟ كما ذكرنا أن الحوت الأزرق هو من أكبر اللبونات الموجودة على سطح الأرض وبالتالي فإنه يتكاثر أيضا عن طريق الولادة إذن كلاهما لبون أي يلد ويرضع صغارة من لبنة سؤال آخر أكمل جدول المقارنة التالي لدينا هنا مقارنة بين خلد الماء البطي المنقار وحيوان الدولفين ونريد أن نقارن بينهما من حيط طريقة التكاثر كيف يتكاثر خلد الماء البطي المنقار؟ عرفنا أن خلد الماء البطي المنقار هو أحد أنواع اللبونات ولكن هو أحد الأنواع التي لا تتكاثر بالولادة وإنما تتكاثر بالبيض أما الدولفين فهو من اللبونات التي تعيش في الماء وتتكاثر عن طريق الولادة إذن الدولفين يتكاثر عن طريق الولادة لدينا هنا أيضا جدول مقارنة آخر حيث نريد أن نقارن بين الحوت والتمساح من حيث غطاء الجسم ماذا يغطي جسم الحوت؟ بالطبع يغطي جسمه شعر لأنه أحد الحيوانات اللبونا أما التمساح فهو من الزواحف وبالتالي يغطي جسمه جلد جاف وله قشر جدول مقارنة آخر ونريد أن نقارن هنا بين حية غارتر والسلحفات البحرية من حيث مكان فقس البيض كلاهما يتكاثر عن طريق البيض ولكن أين يفقس بيض هذه الحيوانات؟ حية غارتر يفقس بيضها داخل الجسم بينما السلحفات البحرية فهي يفقس بيضها خارج الجسم على رمال الشاطئ اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي تتنفس الأسماك عبر الخياشيم أحسنت بالطبع إجابة صحيحة اثنان الطيور والزواحف من ذوات الدم الحار هل الطيور والزواحف من ذوات الدم الحار؟ حيث أنها لا تستطيع أن تتحكم وتغير درجة حرارتها تبعا للمنطقة أو البيئة المتواجدة فيها؟ بالطبع لا فإن الطيور والزواحف من ذوات الدم البارد وبالتالي الإجابة خاطئة ثلاثة الخفافيش من الطيور ركز معي عزيزي الطالب الخفافيش يستطيع الطيران ولكن ماذا عن قطاء جسمه؟ ماذا عن طريقة تكاثره؟ ماذا عن كيفية اعتناء بصغاره؟ فهل هو مشابه للطيور؟ بالطبع لا فالخفاش يغطي جسمه الشعر ويتكاثر عن طريق الولادة ويرضع صغاره من لبنه إذن الإجابة خطأ أربعة تعتني جميع الحيوانات الفقارية بصغارها هل جميع الحيوانات الفقارية بما فيها الأسماك والزواحف والطيور تعتني بصغارها؟ بالطبع لا فهناك حيوانات فقارية تضع بيضها أو تضع صغارها وتتركها إذن أيضا إجابة خاطئة جدوى المقارنة آخر حيث نريد أن نقارن بين الضفدع والسمكة من حيث وجه الشبه نريد أن نذكر وجه الشبه بين الضفدع والسمكة الضفدع من الحيوانات البرمائية بينما السمكة تنتمي إلى مجموعة الأسماك ولكن هناك نقاط تشابه بين هذين الحيوانين لدينا هنا أن كلاهما من ذوات الدم البارد وكلاهما لديها أمود فقاري نريد أن نقارن هنا أو نذكر وجه الشبه بين البطريق والنعامة نعرف جميعنا أن البطريق والنعامة كلاهما ينتميان إلى مجموعة الفقاريات وبالتالي إلى أحد مجموعات الحيوانات الفقارية وهي الطيور والطيور يغطي جسمها الريش ولكن على الرغم من أنها تنتمي إلى مجموعة الطيور إلا أنها ليست قادرة على الطيران إذن وجه الشبه بينهما أنهما لا يستطيعان الطيران وأيضا أستطيع أن أذكر أنهما حيوانات فقارية ينتميان إلى مجموعة الطيور يغطي جسمهما الريش علل لما يلي تعليلا علميا سليما وهذا النوع من الأسئلة هو أحد أنواع الأسئلة المقالية واحد لصغار التماسيح فرصة أكبر للعيش من صغار السلاحف لماذا برأيك أن صغار التماسيح لها فرصة أكبر في العيش والنمو أكثر من صغار السلاحف أحسنت لأن السلحف التمساح الأم تعتني بصغارها لمدة عام بعد أن يفقس البيض ولكن السلحفات تضع البيض وتتركه وتخرج هذه السلاحف لتعتني بنفسها على كل حال إذن لأن الأم تعتني بالبيض والصغار مدة عام على عكس السلاحف التي تضع البيض وتدفنه بالرمال وتتركه الدلافين من اللبونات وليس سمكة لماذا يعتبر الدلفين من اللبونات ولا يعتبر سمكة؟ أحسنتم لأنها تلد وترضع صغارها من لبنها كما أن الدولفين يغطي جسمه شعر خفيف وناعم جدا ولا يغطي جسمه القشور مثل السمكة قشور بيض الطيور قاسية وقوية لماذا برأيك تكون قشور الطيور سميكة وقوية؟ أحسنت لأن الطيور عادة بعد أن تضع البيض فإنها ترقد على هذا البيض وحتى تحمي هذا البيض عندما تقوم بتقليبة وتحمي الأجزاء والفرخة الذي في طور النمو داخل البيضة فإنه يجب أن تكون قشرته صلبة وسميكة إذن لتحمل وزن الوالدين عند الجلوس عليه لتبقيه دافئا بينما تنمو الفراخ داخلها وتكبر رابعا الخفاش حيوان لبون كما ذكرنا أن الخفاش يعتبر من الحيوانات اللبونة على الرغم من أنه قادر على الطيران ولكن لماذا يعتبر حيوان لبون؟ دعونا نستذكر بعض صفات الحيوانات اللبونة في البداية الحيوانات اللبونة يغطي جسمها الشعر وأيضا هي تتكاثر عن طريق الولادة وترضع صغارها من لبنها إذن الخفاش حيوان لبون لأنه يغطي جسمه شعر ويرد ويرضع صغارها من لبنه إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من مراجعة دروس الفترة الدراسية الثانية فاصل قصير ونعود لكم فابقوا معنا مرحبا بكم مجدد نستكمل معكم الآن الجزء الثاني من مراجعة دروس الفترة الدراسية الثانية ننتقل الآن إلى الوحدة الدراسية الثانية وأول دروسها والذي بعنوان كيف يعمل الجهاز الهضمي في هذا الدرس عرفنا أن الجهاز الهضمي هو المسؤول عن تحويل الطعام إلى مغذيات تستخدمها خلايا الجسم لتوليد الطاقة ولتنمو وتصلح التالف وكذلك للقيام بعملها على نحو سليم وعرفنا أيضا أن الطعام يتحلل وتتغير تركيبته الكيموية إذ ينتقل من الفم عبر المريء إلى المعدة فالأمعاء الدقيقة سؤال الأول أكتب المصطلح للمدال على كل عبارة تحول الطعام إلى أشكال بإمكان الجسم الاستفادة منها ماذا نطلق على هذه العملية التي يتحول فيها الطعام إلى شكل يستطيع الجسم أن يستفيد منه؟ بالطبع هي عملية الهضم اثنان مادة كيموية تساعد جهازك الهضمي على تحويل الطعام إلى مغذيات إذن هي مادة كيموية وتساعد الجسم أو جهاز الهضمي على تحويل الطعام إلى مغذيات أحسنتم بالطبع هي الإنزيم أو الإنزيمات سائل في الفم يرطب الطعام الممضوع وتبدأ به عملية الهضم إذن هي أحد أنواع السوائل والتي يقوم الفم بإفرازها أحسنتم هو اللعب رابعا الأنبوب الذي ينقل الطعام والسوائل من الفم إلى المعدة ماذا نسمي هذا الأنبوب؟ أحسنتم المريء خامسا عضو في الجهاز الهضمي تتم فيه معظم عملية الهضم أين تتم معظم عملية الهضم في الجهاز الهضمي؟ هل تتم في المعدة أم في الأمعاء الدقيقة أم الأمعاء الغليظة؟ بالطبع تتم في الأمعاء الدقيقة سادسا مادة في الطعام يستخدمها الجسم لتوليد الطاقة والنمو وإصلاح التالف من الخلايا أو القيام بوظائفه بانتظام أحسنتم إنها المغذيات نوع آخر من الأسئلة وهو مثال على الأسئلة المقالية أجب عن السؤال أو الأسئلة التالية تتبع مسار بلعة غذائية من دخولها الفم إلى أن تصل إلى الأمعاء إذن المطلوب منك في هذا السؤال عزيزي الطالب أن تتبع مسار هذه اللقمة أو البلعة الغذائية من أين تبدأ وأين تنتهي؟ بالطبع يدخل الطعام الفم ومن ثم يمر عبر المريء ويصل إلى المعدة ومن المعدة إلى الأمعاء الدقيقة التي تتم فيها معظم عملية الهضم ثم ينتقل الطعام الذي لم يهضم إلى الأمعاء الغليظة أكمل جدول المقارنة التالي نريد أن نقارن هنا بين جزئين أو عضوين في الجهاز الهضمي وهما الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة من حيث الطول والوظيفة كم يبلغ طول الأمعاء الدقيقة لدى الشخص الراشد أو البالق؟ حوالي سبعة أمتار بينما الأمعاء الغليظة فهي أقصر بكثير من الأمعاء الدقيقة حيث يبلغ طولها فقط متر ونصف المتر ولكن ما وظيفة الأمعاء الدقيقة؟ كما ذكرنا أن الأمعاء الدقيقة تتم فيها معظم عملية الهضم بينما الأمعاء الغليظة هي المسؤولة عن اختزان الفضلات الصلبة إلى حين خروجها من الجسم مقارنة جدوى المقارنة آخر حيث سنقارن بين المريء والمعدة من حيث الوظيفة ما هي وظيفة المريء؟ كما عرفنا أن المريء هو عبارة عن أنبوب أحسنتم وهو المسؤول عن انتقال الطعام من الفم إلى المعدة إذن ينقل الطعام من الفم إلى المعدة بينما المعدة هي المسؤولة عن مخض الطعام وتحويله إلى سائل غليظ صل اسم الجزء بالمكان المناسب على الرسم في البداية يجب أن نعرف أن هذا الرسم يوضح الجهاز الهضمي والمطلوب أن نشير بالسهم أو نصل بالسهم بين أسماء الأجزاء ومكانها في الجهاز الهضمي المريء أحسنتم هو هذا الأنبوب الذي يصل بين الفم والمعدة المعدة هي الجزء الذي يليه المريء الأمعاء الدقيقة هي تلك الأمعاء الرفيعة أي ضعيفة والتي تكون ملتوية وطويلة جدا بينما الأمعاء الغليظة هي الأمعاء الأعرض سؤال آخر أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات مواد في الطعام يستخدمها الجسم لتوليد الطاقة والنمو ماذا نطلق على تلك المواد الموجودة في الطعام والتي يستطيع الجسم استخدامها والاستفادة منها؟ أحسنتم إنها المغذيات تغيير الطعام إلى أشكال تستطيع خلايا الجسم الاستفادة منها ماذا نطلق على هذه العملية التي يتغير فيها الطعام إلى شكل تستطيع خلايا الجسم أن تستفيد منها؟ أحسنتم نطلق عليها اسم عملية الهضم تتم معظم عملية الهضم فيه؟ أحسنتم لقد ذكرنا هذه المعلومة بأشكال عديدة وبالطبع هي الأمعاء الدقيقة ينتغل الطعام الذي نأكله من الفم إلى المعدة عبره؟ أحسنتم هذا الأنبوب الطويل الذي أطلقنا عليه اسم المريء أجب عن الأسئلة التالية ماذا يحدث للطعام في المعدة؟ عندما يقوم المريء بتوصيل الطعام من الفم إلى المعدة ماذا يحدث لهذا الطعام داخل المعدة؟ أحسنتم كما ذكرنا أن المعدة تعمل عمل الخلاط حيث أنها تقوم بمخذ الطعام إلى أن تحوله إلى سائل غليظ إذن الإجابة تمخذ عضلات المعدة الطعام وتخلطه بعصارات هضمية فيتحول إلى سائل غليظ أيهما أطول؟ الأمعاء الدقيقة أم الأمعاء الغليظة؟ أيهما أطول؟ أحسنتم هي الأمعاء الدقيقة وذكرنا أنه يبلغ طولها حوالي سبعة أمتار عند الشخص الراشد ننتقل معكم الآن إلى درس آخر والذي بعنوان كيف يعمل الجهاز الدوري تعرفنا في هذا الدرس على أجزاء الجهاز الدوري حيث أنه يتشكل من القلب الأوعية الدموية كما أنه يتشكل من الدم وعرفنا أن أجزاء الدم هي لبلازمة وكريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء الصفيحات ولكل جزء من أجزاء الدم وظيفة خاصة به ثانيا تعرفنا أيضا على أنواع الأوعية الدموية الثلاثة وهي الشرايين، الشعيرات الدموية والأوردة وعرفنا أيضا وظيفة كل من هذه الأنواع الثلاثة من الأوعية الدموية أول الأسئلة على هذا الدرس هو كتابة المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات حيث يجب علينا أن نحفظ هذه التعريف ونعرف أيضا المصطلحات الدالة عليها واحد، الجزء المائي من الدم الذي ينقل المغذيات والفضلات وكريات الدم إذن في هذا السؤال أو هذا التعريف يجب أن نعرف أجزاء الدم الأربعة ونعرف أي هذه الأجزاء هو الجزء السائل أحسنتم هو البلازمة نوع من خلايا الدم يقاوم الجراثيم نعرف جميعنا أن الدم يتكون من نوعين من الخلايا خلايا الدم الحمراء والبيضاء أحد هذين النوعين هو المسؤول عن مغاومة الجراثيم بالطبع هو خلايا الدم البيضاء أو نستطيع أن نطلق عليها اسم كريات الدم البيضاء نوع من الأوعية الدموية ينقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم إذن هذا النوع من الأوعية مسؤول عن الدم الذي يخرج من القلب أي هذه الأوعية الدموية هي المسؤول عن نقل الدم الخارج من القلب بالطبع هي الشرايين أو الشريان وعاء دموي ذو جدران رقيقة يمر عبرها الأكسجين والمغذيات والفضلات نوع من الأوعية الدموية لها جدران رقيقة ودقيقة جدا ماذا نطلق عليها؟ أحسنتم الشعيرات الدموية أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات جزء دقيق من خلية يوقف النزيف إذن هناك جزء موجود في الدم وهو المسؤول عن إيقاف النزيف ماذا نطلق على هذا الجزء؟ الصفيحات وعاء دموي ينقل الدم إلى القلب إذن هو المسؤول عن نقل الدم الداخل إلى القلب هل هو الشرايين أم الأوردة؟ بالطبع هي الأوردة أو الوريد الجزء السائل من الدم ونطلق عليه اسم البلازمة أجب عن الأسئلة التالية قيل أن دم شخص ما لا يحتوي على صفيحات ماذا يحدث لهذا الشخص إذا تعرض لجرح؟ يجب أن نعرف هنا ما هي وظيفة الصفيحات حتى نعرف كيف نحل هذه المشكلة ونعرف ماذا سيحدث لهذا الشخص نعرف أن الصفيحات هي المسؤولة عن تجلط الدم وبالتالي إيقاف النزيف ماذا يحدث إذا لم يكن لدى هذا الشخص صفيحات؟ بالتالي إذا أصيب بجرح لن يتوقف النزيف إذن من دون الصفيحات لا يمكن للدم أن يتجلط وبالتالي لن يتوقف النزيف نريد أن نقارن هنا بين كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء من حيث الوظيفة نعرف أن كريات الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين إذن تنقل الأكسجين إلى خلايا الجسم بينما كريات الدم البيضاء هي خط الدفاع الأول في الجسم والمسؤولة عن حماية الجسم من الجراثيم وبالتالي فإن وظيفتها تهاجم الجراثيم وتقتلها نقارن هنا أيضا بين الشريان والوريد من حيث الوظيفة كما ذكرنا أن الشريان هو الوعاء الدموي المسؤول عن الدم الخارج من القلب بينما الوريد هو المسؤول عن الدم الداخل إلى القلب إذن الشريان ينقل الدم من القلب إلى الجسم بينما الوريد ينقل الدم من الجسم إلى القلب صل الكلمة بالمكان المناسب على الصورة لدينا هنا صورة توضح أجزاء الدم ومجموعة من الكلمات التي تمثل أجزاء الدم نريد أن نوصل كل كلمة بالجزء المناسب لها في هذه الصورة أين تقع الصفيحات؟ هل هي تلك الحمراء؟ أم الكرات التي لها أطراف بارزة؟ أم هي تلك الكرات الصغيرة أو الأجزاء الصغيرة؟ بالطب هي تلك الأجزاء الصغيرة أما كريات الدم الحمراء فهي الأقراص الحمراء وقلنا أنها هي التي تعطي الدم لونة بينما كريات الدم البيضاء هي هذا الشكل الأخير وكما عرفنا أنها هي المسؤولة عن قتل الجراثيم ننتقل معكم الآن إلى آخر درس من دروس الفترة الدراسية الثانية والذي بعنوان كيف يتلقى الدماغ المعلومات في هذا الدرس تعرفنا على أجزاء الجهاز العصبي وقلنا أن الجهاز العصبي يتشكل من الدماغ والحبل الشوكي وأيضا الأعصاب التي تتفرع من الحبل الشوكي إلى أن تصل بتفرعها إلى جميع أجزاء الجسم عرفنا أن الخلايا العصبية هي الوحدات الأساسية في الجهاز العصبي الذي يجتمل على الدماغ والأعصاب والحبل الشوكي كما عرفنا أن الخلايا العصبية الموجودة في أعضاء الحس هي التي تقوم بجمع المعلومات ممن حولك حتى تقوم بدورها بإرسال رسالة إلى الدماغ دعونا نأخذ الآن مجموعة من الأسئلة والتطبيقات على هذا الدرس ونبدأ بالسؤال اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة وهذا السؤال مهم جدا ويجب أن تعرف جميع المصطلحات العلمية المذكورة في الدروس وتعارفها نبدأ بفرع دقيق من الخلية العصبية يجمع المعلومات نريد أن نتذكر معا شكل الخلية العصبية ماذا نطلق على هذا الفرع الدقيق المسؤول عن جمع المعلومات الموجود في نهاية الخلية أحسنتم نطلق عليه اسم نهاية عصبية ثانيا حزمة سميكة من الأعصاب تصل الدماغ بالأعصاب إذن هو عبارة عن حزمة من الأعصاب وهي حلقة الوصل بين أعصاب الجسم والدماغ ماذا نطلق على هذه الحزمة؟ أحسنتم نطلق عليها اسم الحبل الشوكي اختر الإجابة الصحيحة من بين الخيارات في هذا السؤال نجد أن لكل سؤال أو لكل عبارة أربع خيارات يجب أن نختار أحد هذه الإجابات والتي بالطبع يجب أن تكون الصحيحة تعطي العين لونها ما هو الجزء الموجود في العين؟ وهو المسؤول عن إعطاء العين لونها هل هي البؤبؤ؟ أم العدسة؟ الشبكية؟ أم القزحية؟ أي هذه الأجزاء الأربعة؟ هي المسؤول عن إعطاء العين لونها أحسنتم بالطبع هي القزحية ثانياً عندما تتناولين الطعام يعمل عضواء حس معنهما إذن عزيزي الطالب عندما تتناول الطعام فإن هناك عضواء من أعضاء الحس يعملان معن حتى تشعر بطعم ومذاق الطعام الذي تتناوله ما هما هذان العضوان؟ هل هم العين واللسان؟ أم الأذن واللسان؟ أم الأنف واللسان؟ أم الجلد والأنف؟ بالطبع هو الأنف واللسان فتحة تمرر الضوء إلى داخل العين تذكر أجزاء العين؟ نعرف أن هناك جزء من هذه الأجزاء هي المسؤولة عن دخول الضوء إلى داخل العين هل هو البؤبؤ؟ العدسة؟ الشبكية؟ أم القزحية؟ بالطبع هي الجزء الموجود في منتصف العين وهو البؤبؤ رابعاً عضو حس مسؤول عن جمع المعلومات عن المذاقات تذكر عزيزي الطالب أعضاء الحس الخمسة الأن، الأنف، الأذن، العين، الجلد، واللسان أي هذه الأعضاء مسؤول عن جمع المعلومات عن المذاقات؟ هل هو الأنف أم اللسان؟ العين أم الجلد؟ بالطبع هو اللسان أجب عن الأسئلة التالية ما وظيفة الخلايا العصبية؟ من خلال التعريف يجب أن نعرف أن الخلية العصبية هي المسؤولة عن جمع المعلومات ونقلها إذن الخلية العصبية هي التي تقوم بجمع المعلومات وأيضاً تنقلها إلى الدماغ من أين تأتي حاسة الذوق عندك؟ كيف تشعر بمذاقات الأشياء؟ بالطبع أنك تستخدم أحد أعضاء الحس المسؤول عن جمع المعلومات عن المذاقات وهو اللسان ولكن كيف تشعر بهذه المذاقات؟ تأتي من براعم ذوق دقيقة تتجمع حول النتوءات الصغيرة في اللسان إذن هناك نتوءات صغيرة في لسانك تتجمع حولها براعم الذوق وهي المسؤولة عن جمع المعلومات عن مذاقات الأشياء اذكر مثالين لأحاسيس مزعجة ومثالين آخرين لأحاسيس جميلة عند اللمس نريد منك عزيزي الطالب أن تذكر مثالين على أشياء عندما تلمسك تكون تشعر بإزعاج وآخرين تشعر بسعادة وراحة لدينا هنا وخز الإبرة ولمس كوب ساخن مثالين على أشياء مزعجة بينما معانقة الأم ولمس الريشة يعتبر مثالين على أحاسيس جميلة عند اللمس ماذا يحدث لعينك عندما تمشي في قاعة السينما المظلمة؟ تذكر عزيزي الطالب أجزاء العين وتذكر أن هناك أجزاء تكبر وتصغر على حسب كمية الضوء التي تتعرض لها ولكن أي هذه الأجزاء هي التي تكبر وتصغر؟ أحسنت بالطبع هو البؤبؤ حيث أن القزحية تعمل على تغيير حجم البؤبؤ فيصبح حجمه أكبر في الظلام لدينا هنا نوع آخر من الأسئلة حيث لدينا جدول به مجموعة ألف ومجموعة باء وسنختار من المجموعة باء الكلمة المناسبة ونضع رقمها أمام العبارة في المجموعة ألف لدينا العبارة الأولى فتحة تمرر الضوء إلى داخل العين أي هذه الأجزاء هي التي تعتبر فتحة يمر الضوء من خلالها إلى داخل العين بالطبع هي البؤبؤ ورقمها خمسة طبقة رقيقة من الخلايا العصبية توجد في الجانب الخلفي من العين أي من هذه الأجزاء أحسنتم بالطبع هي الشبكية حلقة عضلية تغير في حجم البؤبؤ على حسب كمية الضوء وهنا يجب أن نعرف أيضا أننا نستطيع أن نقول عن هذا الجزء أنه هو الذي يعطي العين لونه فأي من هذه الأجزاء؟ أحسنتم بالطبع أنها القزحية أخيرا طبقة شفافة تكسر الضوء عند مروره من خلالها يتبقى لدينا العدسة والعصب البصري أي من هذين الجزئين هو الذي يعتبر طبقة شفافة تكسر الضوء؟ أحسنتم بالطبع هي العدسة رقم أربعة لدينا هنا صورة توضح الجهاز العصبي والمطلوب أن تصل أسماء الأجزاء بمكانها المناسب أين يقع الحبل الشوكي؟ أحسنتم هو الجزء الذي يمتد من الدماغ نزولا على امتداد الظهر إذن هذا هو الحبل الشوكي بينما الدماغ هو الذي يقع في منطقة الرأس والتي تعمل عظام الجمجمة على حمايته أما الأعصاب فهي تتفرع من الحبل الشوكي وتصل بتفرعها إلى جميع أجزاء الجسم لدينا هنا صورة توضح أجزاء الخلية العصبية ونريد أن نشير إلى مكان كل جزء أين تقع النهايات العصبية؟ بالطبع أنها في الجزء الرئيسي من الخلية وهي المسؤولة عن جمع المعلومات من خلال عضو الحس بينما الفرع الذي ينقل المعلومات وهذا الجزء إلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم والتي تناولنا فيها مراجعة عامة وشاملة على جميع دروس الفترة الدراسية الثانية نتمنى لكم التوفيق في الاختبارات وعلى أمل أن نلقاكم في دروس الفترة الدراسية الثالثة إن شاء الله نستودعكم الله ومع السلامة اشتركوا في القناة